عبد الفتاح أغلو إبراهيم أغلو مش عارف مين أحمد أغلو جدا متعين في المكان ده مهمته الشارع ده مسئوليته النهاردة قبل ما يمشي في الورديا اللي بعده مسك الشارع ده وهكل حتة لأنني بكلمك على الشارع الشارع بمعنى كلمة الشارع اللي بقولها لك أما تقرأ القانون اللي عملوه يمقع ملق رنبارح قد كده المواد اللي فيه يعمل ايه تاني الشارع ده حضرتك انت متدايق قررت حضرتك أنزل أكلم على أردوغان شوية أشتم أردوغان أشتم أردوغان بيقولك لا 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 تعالى ده نزل فلان فلان ده بيعمل شعارات ولا يعمل كذا ضد أردوغان اقبضوا عليه اقبضوا عليه عنده أسعار غالية فالناس يشيكم الأسعار اقبض عليهم اللي هو ما يديش مجال اللي فيه دعوات من الشعب التركي دعوات من الشعب التركي لعدم رضاء الشعب التركي لعدده حاجة وثمانين تلاتة مينة وثمانين مليون تقريبا عن أردوغان فحزاب المعارضة بدأت تدعو ان الشعب التركي ينزل الشارع ضد أردوغان وشعب يستحق ان يكون عشته أفضل حياته أفضل اقتصاد أفضل علاقاته مع الدول أفضل ما ينفعش يبقى فيه إدانة دائمة طول الوقت عشان أردوغان بيحكم فيبقى فيه الشعب يتحمل تابعات هذا الأمر ايه زنبه فالشعب يقولك لا احنا عايزين نتخلص من المصيبة اللي لحقت بينا ففيه دعوات انه الشعب ينزل طيب يلحق الشعب ازاي عمل القانون ده القانون ده لا أي واحد اللي مش تظاهر أصلا انك تنطق بكلمة ضد أردوغان انت في السجن اللي هو وضع الشعب كله شعب كله تحت رحمة حزب العدالة والتنمية او تحت رحمة ميليشي حزب العدالة والتنمية طب هل لو انت بتسأل كده يلحق الشعب التركي ده لا لا